هنكمل بقية شروطنا وبالنسبة برضو فيه شرط ويمكن أنا أتوقع أنه لم يتقدم أحد بسبب اللي أنا هقوله لسيادك لابد أن المرشح من ضمن الشروط أنه يكون يتم توقيع كشف طبي للتأكد من حالاته الصحية بدنيا وزهنيا والهيئة الوطنية الانتخابات قالت أن من خلال الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويقوم بتوقيع الكشف الطبي في مستشفى معهد ناصر أو مستشفى العاصمة الإدارية أو مستشفى الشيخ زيد في بعض المرشحين المحتملين دون ذكرى أسمعهم بدأوا بالفعل في الكشف الطبي لكن لسه بيستكملوا الكشف الطبي في اليوم التالي لأنه هو لازم لما بيتقدم بيتقدم بنتيجة الكشف الطبي اللي عمل فما يقدرش يتقدم إلا بالكشف الطبي ده على ما أتوقع هو السبب رئيسي في عدم تقدم أي من المرشحين المحتملين حتى الآن خلاص قدم الورق اللي أنا قلت لسيادتك عليه وقدم الكشف الطبي وقدم كل شيء أصبح بعد قبول الأوراق بدلا مرشح محتمل أصبح مرشحا طيب بعد كده في توقيطات اللاجنة أو الهيئة الوطنية الانتخابات قائمة المبدئين المرشحين ثم التظلم ثم إذا ما رفض قرار التظلم يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ودي كمة القضاء الإداري في مصر أعلى محكمة طبعا في القسم القضاء في مجلس الدولة والصرف قضاء على كل صندوق بعد كده بيتم وضع القائمة النهائية وبيخودوا الانتخابات من 9 نوفمبر حتى 29 نوفمبر وبالتالي بالنسبة للمصرين في الخارج بيبقى الصمت الانتخابي 29 نوفمبر لأن الانتخابات إمتى؟ 1 و 2 و 3 ديسمبر طب المصرين اللي في الداخل قابليها برضو بـ 48 ساعة لغاية 8 ديسمبر لأن الانتخابات 10 و 11 و 12 ديسمبر كويس إذا كان الأمر كذلك وكان في صمت انتخابي يبقى الأمور ماشية في طريقها الصحيح طيب افرد واحد وده ممكن هتحصل وأنا أتوقع افرد واحد كان مرشح محتمل وبعدين أصبح مرشحا وهو بيعمل الدعاية الانتخابية أو وجد أنه حتى قبل الدعاية الانتخابية قال لهم لن يكون مرحبا به من الشعب ممكن التنازل يسحب ترشحه إمتى؟ 8 نوفمبر آخر معاد آخر معاد لسحب الترشح لو أنا مش عايز أكمل في المشروع مش عايز أكمل متشكلين طلب وأصحب ورقه ويتحفظ للورق ده ويتكتب في الآية الوطنية الانتخابات أنه قام بيسحب ترشحه بتاريخ كذا الساعة كذا من 9 نوفمبر الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية منظومة لأن أنت بتعمل دعاية الانتخابية عشان تكسب أي واحد نازل عشان يكسب بعرض نفسي بعرض برنامجي بعرض أفكاري بتعمل اجتماعات واجتماعات انتخابية ولك أن تقوم بعمل حوارات ولك أن تقوم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وكل شيء ولك أن تستخدم كل التقنيات الحديثة فيما لا يخل بالنظام العام للدولة وما يتعلق بهذا النظام العام للدولة وفي النهاية القوانين على الكل واحدة لا في تمييز بين هنا ولا هنا لا هنا ولا ذلك يعني أنا سيادة كلاهية الوطنية انتخابات من الجلسة من المؤتمر اللي كان قبل يوم 25 قالت الكل حيكون سواسية أمام ولا تهاون وده شيء طيب ولذلك لما الدعاية الانتخابية تتم بتتم بقوة عشان أقنع المواطن أنه يدي صوته لي في محظورات أن الناخب لو عملها أو المرشح لو عملها حي يترتب عليه أضرار سلبية ونتائج سلبية زي إيه سريع عم بلين الوقت الأسف أولا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه نشر شعرات دينية استخدام رموز دينية أو شعرات دينية نحن نتحدث عن المرشح على المرشح على المرشح الناخب بيدلب صوته لكن الناخب لو عمل برضه حاجات زي المرشح بيتم توقيع القانون ما أنا أصد في كده نحن أحنا بنلاقي مخالفات كتير من غير المرشح بس ممكن تجد أن المرشح تشاطب لعنف أو تهديد باستخدام العنف أو استخدام دور العبادة أو الجامعات لعمل دعاية انتخابية كل ده خطأ استخدام سيارات قطاع العام وقطاع الأعمال العام هذا خطأ أنه يقوم ببعض الأمور التي فيها نوع من البلطانة طب في الصمت الانتخابي يا دكتور طار لو أحد المرشحين خالي في الصمت الانتخابي صارج وطلق على الشاشات والزيرات ويعني إيه الحل الحل أنه بيترتب عليه تطبيق القانون في هذا الشأن بيتم النيابة العامة وعمل تحقيق معاه ولماذا خالفت الصمت الانتخابي وإنت بتأيد مين وده بيخل لازم كل واحد يعرف أنه ده بيخل أصلا بإيه بالمرشح اللي هو خرق الصمت الانتخابي عشان لا يعني يقولي المرشح الخاص بفلان الفلاني قام بخرق الصمت الانتخابي دي تنزل أسهم المرشح كثيرا لذلك كل دي محظورات ولكن الناخب يدلي صوته بحرية طبعا وبشفافية وبقرامة وبحرية كاملة لذلك البرلمان الاتحاد الأوروبي أنا سمحت سيادتك هو والعدم سواء طب الله النقطة دي تحليلك فيها في منتهى الرواع دكتور ما ينفعش يتكلم على مش عارف هشام قاسم ومش هشام قاسم يعني أنت بتضغط على القضاء عشان بكرة جلسة الاستئناف بتاعه القضاء ما بتضغطش عليه في مصر وبعدين خلاق احنا مشترف فيها مشترف فيها ده بين وانت سيادتك حتى شرحت الخلاف قبل ما ادخل بينه بين كمال أبو عيت لذلك برلمان الاتحاد الأوروبي ده لما بيقول مثل هذا الكلام ده بينكس من رصيده ولا يزيد من رصيده لكن احنا مصر شغالة طبعا ومشي ومحدش حيوقفها والبلد حتسير طبعا وحتكمل وحفكرك يا أستاذ طبعا